موجة جديدة من العنف يديرها أقطاب العملية السياسية في مسارها الفاسد صحيفة Wall Street Journal في تقرير لها تقول إن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد وإلقاء قنابل يدوية على مقر حزبية يهدد بتصعد الصراء تزامنا مع الاستعداد لتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات تذكر الصحيفة أن هذه الهجمات تشكل تحولا في أهداف الميليشيات حيث تعرضت أهداف مدنية لنيران كثيفة ومن قبيل ذلك الصواريخ التي سقطت في مجمع القادسية في المنطقة الخضراء وأصابت طفلة وامرأة بجروح وتعد هذه الهجمات ضمن سلسلة الاستهداف الميليشيوي المتكرر للمناطق السكنية والبعثات الدبلوماسية وتفسر World Street Journal تصعد الهجمات برغبة الميليشيات التابعة للإطار التنسيقي في إعادة تأكيد نفوذها في البلاد بعد الانتكاسة التي حلت بها في الانتخابات الأخيرة مجموعة الأزمات الدولية ترى أن هذه الهجمات من باب المناكفة السياسية مع التيار الصدري والضغط عليه لتشكيل حكومة توافقية وهذا ما يشير إلى وجود انقسام حاد لم يسبق له مثيل بين الكتل المهيمنة على المشهد السياسي ولتجنب الصدام المباشر بين ميليشيات الصدري وميليشيات الإطار التنسيقي يحاول الطرفان تحويل الشارع العراقي إلى صندوق بريد لتبادل رسائل النار فالملف الأمني هو الضحية الأولى لأي خلاف بين هذه الأطراف وكالة رويترز تنقل عن قيادين بتحالف الفتح تهديدا صريحا بنقل المعركة إلى الشارع في حال أصر مقتد الصدر على تشكيل حكومة لا تتوافق مع طموحاتهم وذلك يعني أن طريق الحكومة القادمة سيكون معبدا بالجمر والشوك شكرا